سلام عليكم عزيزي طلاب التاسع وبلشنا بآخر درس إلنا للوحدة اللي هو تمثيل المتباينات الخطية بمتغيرين بيانيا من اسم الدرس تمثيل يعني بدي أمثل على التلفزيون أكيد لا بدي أمثل على المستوى البياني متباينة يعني فيه إشارة أكبر إشارة أصغر ممكن مع يساوي ممكن بدون يساوي خطية يعني فيه X أو Y مرفوعين لقص واحد متغيرين معناها رح يكون فيه X ورح يكون فيه Y بيانيا زي ما حكينا على المستوى البياني طيب قبل ما نبلش ونحكي الطريقة الحل وكي بدي أمثل المتباينات على المستوى البياني لازم نحكي عن المتباينة الخطية شكلها بكون زي الأشكال اللي أمامي AX زائد BY أقل من C AX زائد BY أقل أو تساوي C ممكن أكبر ممكن أكبر أو تساوي الفكرة وين؟ أنه الـ X والـ Y على طرف أقل من عدد أو أقل أو تساوي عدد أو أكبر من عدد أو أكبر أو تساوي عدد تمثيلهم البياني رح نحكي فيه بس قبل ما نحكي بالتمثيل البياني رح نحكي كيف نتحقق من النقاط اللي موجودة أمامنا أو اللي بيعطينا إياها بالسؤال نتحقق من هاي النقاط نتحقق من كل نقطة هل بتمثل حل لهاي المتباينة اللي برضو رح يعطيني إياها بالسؤال ولا لا كيف بدي أتحقق من أنه النقاط بتمثل حل أو لا طبعا النقطة بشكل عام ما لها علاقة برمز الفترة اللي كنا نحكي عنه من 1 للمالة نهاية أو من 1 للتلات أو من السالب 5 للعشرة لا لا هاي مش رمز فترة هاي إحداثيات على المستوى البياني X و Y قيم ل X و قيم ل Y دايما اللي على اليسار قيمة X واللي على اليمين قيمة Y فبدنا نتحقق من كل نقطة هل بتحقق الشرط للمتباينة اللي بيعطيني إياها بالسؤال اللي لا فشو بعمل أعوض محل X و محل Y X هون 4 Y 1 فبمسك المتباينة بشيل X بحط محلها 4 بشيل Y بحط محلها 1 وبسأل حالي هل رح يطلع الجواب أكبر أو تساوي 3 ولا لا فبتصير سالب 2 مضروبة بX اللي هي 4 زائد 3 مضروبة بY اللي هي الواحد بسأل حالي هل هي أكبر أو تساوي 3 ولا لا سالب 2 ب4 سالب 8 زائد 3 بواحد 3 هل أكبر أو تساوي 3 ولا لا سالب 8 زائد 3 سالب 5 هل السالب 5 أكبر أو تساوي 3 هل السالب 5 أكبر أو تساوي 3 لا فبحط هاي الإشارة معناها أنه ما تحققت المتباينة فمنحكي لا تمثل حلا للمتباينة نشوف اللي بعدها X هون سالب 1 والY 2 بمسك المتباينة سالب 2 بX اللي هي سالب 1 زائد 3 بY اللي هي الـ 2 هل هي أكبر أو تساوي 3 ولا لا سالب 2 بسالب 1 2 زائد 3 ب2 6 هل هي أكبر أو تساوي 3 2 زائد 6 8 8 شمالها أكبر من 3 إذن اتحقق الشرطة اتحققت المتباينة فمنحكي تمثل حلا من هي اللي بتمثل حل اللي هي النقطة السالب 1 2 بتمثل حل المعادلة آخر واحدة اللي هي الصفر واحد قيمة X صفر قيمة Y واحد فبمسك المتباينة سالب 2 بصفر لأنه X صفر زائد 3 بY اللي هي الواحد بسأل حالي هل هي أكبر أو تساوي 3 سالب 2 ضرب 0 صفر 3 ضرب 1 ثلاث هل هي أكبر أو تساوي 3 الثلاث بتساوي الثلاث إذن حققت الشرط لأنه المساواة موجودة فبالتالي تمثل حلا النقطة اللي أعطاني إياهم بتمثل حلها هي المتباينة إذن النقطة الوحيدة اللي لا تمثل حل هي النقطة الأولى طيب كيف بدي أمثل المتباينة خطيا على أو المتباينة الخطية كيف بدي أمثلها على المستوى البياني اللي هي زي اللي أخدناها قبل شوي مش بتعويض هيك وبس وبتحقق لا في عندي خطوات الخطوات هي أول خطوة بدي أكون جدول بدي أعمل جدول بدي أرسم نقطتين نقط طتين تالت إشي بدي أرسم خط بين هدول النقطتين رابع إشي بدي أحدد منطقة الحل فبدنا نركز مع بعض عشان نمشي بالأربع خطوات هدول طيب نبدأ بأول خطوة اللي هي الخطوة اللطيفة الجدول جدول للإكس والواي هذا الجدول فيه أربع قيم مرة بحط للإكس صفر مرة بحط للواي صفر بعدها بشوف شو القيم اللي بدي تطلع معي بس كيف بدي أعرف شو هي القيم بمسك المتباينة كلها السالب إكس زائد اتنين واي وبدل ما أحط إشارة المتباينة بحط يساوي هل دايماً بعمل الحركة هاي آه دايماً هل دايماً بعملها بالخطوة الأولى آه دايماً هايك بعمل وببلش أعوض الإكس الأولى صفر فبتصير هاي كلها صفر زائد اتنين واي تساوي اتنين يعني اتنين واي تساوي اتنين على اتنين على اتنين فالواي طلعت معي واحد فبحط بالجدول محل واي إيش واحد فصارت عندي نقطة اللي هي صفر واحد هسا يا سيدي العزيز بعمل نفس الحركة بس رح أعوض محل واي صفر فبتصير سالب اكس زائد اتنين واي بحطها يساوي اتنين وبعوض محل الواي صفر فبتصير هاي كلها صفر سالب اكس زائد صفر بتساوي اتنين يعني سالب اكس بتساوي اتنين كيف بدي أتخلص من السالب؟ بقسم على سالب واحد بقسم على سالب واحد فاكس تساوي اتنين تقسيم سالب واحد سالب اتنين فمعناها إنه قيمة X1 سالب 2 يعني النقطة رح تكون سالب 2 فأنا هيك بكون حددت أو طلعت نقطتين هسه شو بعمل بمسك المستوى البياني القيم اللي عندي أو النقط اللي عندي 0 1 يعني X0 على Y1 فهايه النقطة النقطة الثانية على X سالب 2 هون وعلى Y0 يعني هايه النقطة على محور ال-X لاحظ لما يكون X0 بكون على محور ال-Y النقطة لما تكون ال-Y0 بتكون النقطة على محور X هسه هدول النقطتين خلص خلصتهم خلصت الجدول رسمت النقطتين ضل آخر إشي أو قبل الأخير اللي هي أني أوصل بينهم بخط وصلت بينهم بخط شو على الخط هاد؟ لا وصلت بينهم بخط هذا الخط لأنه فيش إشارة يساوي لأنه فيش إشارة يساوي عند الأكبر هون الخط هاد برسمه بشكل متقطع زي هيك بكون الخط متقطع هذا الخط زيه زي الحلقة كيف لما كنا نعم على خط الأعداد حلقة مفرغة وحلقة مغلقة نفس الإشي هذا الخط إذا كان فيه يساوي الخط متصل ما فيه تقطعات إذا كان ما فيه يساوي بعمله خط متقطع طيب رسمنا الخط ضل أني أحدد منطقة الحل هذا الخط هو الحد الفاصل يعني كأنه بيحكي لك منطقة الحل يا أما بتكون المنطقة اللي تحت الخط أو المنطقة اللي فوق الخط كيف بدي أعرف هل هو المنطقة اللي تحت ولا المنطقة اللي فوق بختار نقطة عشوائية موجودة على المستوى البياني أي نقطة بديها ويفضل دايما أنت ذاك تختار النقطة صفر صفر لأنها أسهل إشي بالتعويض رح نختار النقطة صفر صفر ونعوضها إذا طلعت صفر صفر بتحقق المعادلة معناها الجهة اللي تحت كلها إيش منطقة حل لأنه بتشمل الصفر صفر بس إذا ما طلعت هي لعدل منطقة اللي تحت مش داخلة بالحل فإيش بظلل اللي فوق فأسا شو بعمل بدي أتحقق من النقطة صفر صفر وبدنا نختار اللون الأسود المراهي فبعوض محل إكس صفر فصارت كلها صفر زائد محل وي صفر بسأل حالي هل رح تكون أكبر من اتنين صفر زائد صفر 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 أكبر من اتنين لا الصفر مش أكبر من اتنين إذا منطقة الحل اللي بتشمل الصفر صفر رح نستبعدها فمنضلل المنطقة الأخرى اللي هي فوق الخط اللي رسمته فهاي هي منطقة الحل تعرف هاي شو معناها معناها أي نقطة بتختارها على المستوى البياني موجودة بهاي المنطقة على الأكيد رح تحقق لك المتبينة طب لو اخترت نقطة على الخط المتقطع زي هدول النقاط هل رح تحقق المتبينة ولا لا لا ليش لأنه فيش إشارة يساوي وهذا خط متقطع معناها بشملش الحل وحد فاصل بس ما بشمل الحل الحل كله موجود بالمنطقة المضللة بالأسود فهيك أنا بكون مثلتها على المستوى البياني نشوف كمان فكرة اللي هي هاي حكينا أكمل خطوة بنا نعمل أربع خطوات واحد اتنين تلات أربع أول خطوة جدول تاني خطوة نقطتين برسمهم تالت خطوة خط هذا الخط يا بكون متصل يا ما بكون متقطع ولأنه في إشارة يساوي حيكون إيش متصل رابع إشي نحدد منطقة الحل وروح معي لأ تروحش معي كتير وروح معي يا أبو الحبايب نشوف هسا نبدأ بالجدول أربع قيم مرة صفر على الأكس مرة صفر على الواي بلش سريع سريع وإذا بدك وقف الفيديو وإعملها أنت ورجع أتأكد نبدأ إذا كانت الأكس صفر فبحط واي ناقص اتنين اكس بشيل الأكبر وبحط محلها إشارة يساوي عشان أحل معادلة محل الـ محل الـ محل الـ سفر فبتصير واي ناقص صفر بتساوي سالب أربعة يعني واي تساوي سالب أربعة هي طلعت قيمة واي هسا محل الـ بدي أحط صفر فبحكي صفر ناقص اتنين اكس تساوي سالب أربعة يعني سالب اتنين اكس ساوي سالب أربعة على سالب اتنين على سالب اتنين فالـ تساوي سالب أربعة تقسيم سالب اتنين اتنين فإذا قيمة اكس رح تكون اتنين هسه صار عند النقاط اللي بقدر أرسمها على المستوى البياني اللي هم النقطتين صفر سالب أربعة والاثنين صفر فبمسك المستوى البياني وبرسم X Y صفر سالب أربعة X صفر على Y سالب أربعة يعني هون على محور Y X2 Y صفر X2 Y صفر يعني هون برسم بينهم بخط نخلي لونه هالمرة أسود أخليه متصل ولا أقطعه خليه متصل ليش لأنه فيه إشارة يساوي خليه متصل بعد ما خليته متصل بدي أختار نقطة صار في عندي خط في منطقة فوقه وفي منطقة تحته فأنا بدي أعرف هل المنطقة اللي فوق هي منطقة الحل ولا اللي تحته فبختار الصفر صفر وبتحقق عن طريقها الصفر صفر كثير بتسهل لي إذا طلعت صح لعاد المنطقة الفوقانية إذا طلعت غلط لعاد إيش المنطقة التحتانية فنتأكد أبعدها إذن وين التضليل حيكون المنطقة اللي تحت فهيك أنا بكون مثلت المتباينة على المستوى البياني هون مع إشارة اليساوي طبعا فعشان هيك حطيت الخط متصل طيب هسا بدنا نشوف إذا كان عندي متغير واحد مثلاً X مثلاً Y احنا تعودنا X و Y بس لو كانت تتكون من متغير واحد شو نعمل متغير واحد بكل بساطة إما حيكون X أو حيكون Y هيك السؤال إذا كان المتغير X رح يكون الخط رسمته بشكل عمودي إذا كان Y رح يكون رسمته بشكل أفقي آه الله خلينا نتأكد أمثل كل من المتباينات الآتية على المستوى الإحداثي على عيني وراسي X أقل أو تساوي أربعة لا لا صلي عن نبي أيوة نفتح القلم هاي المستوى الإحداثي هاي الإكس وهاي الواي X شو ما لها؟ أقل أو تساوي أربعة وين الأربعة على الإكس؟ هون حكينا الإكس شو بكون الخط عمودي دايما لما بدي أمثل قيمة لإكس على المستوى البياني وتكون لحالها بمتباينة بمثلها بخط عمودي طيب في إشارة يساوي في إشارة يساوي عن الخط نتصل عند الأربعة زي هيك فهذا الخط بمثل X عند الأربعة أقل أو تساوي أربعة أقل أو تساوي أربعة شو يعني أقل أو تساوي أربعة فكر فيها يعني قيم إكس أربعة وأقل منها وتمثيلها رح يكون عند هذا الخط زي هيك هون Y أكبر من السالب خمس طبعا بس بدي أأكد على موضوع التضليل لمنطقة الحل أقل أو تساوي أربعة يعني بدي أضلل الجهة هاي اللي هي أقل من الأربعة بلاش اللون الأزرق خليه بارتقالي هون برضو بنرسم المستوى البياني X Y قيمة Y شو ما لها سالب خمسة على Y سالب خمسة هون وحكينا Y يعني خط أفقي فبرسم خط أفقي ولأنه فيش إشارة يساوي بعمله متقطع ضروري إنك تعمله متقطع ال Y شو ما لها أكبر من السالب خمسة أكبر فبضلل ضرني أختار الأزرق فبضلل المنطقة العلوية اللي هي أكبر من السالب خمسة طيب هون عندك Y أكبر أو تساوي صفر هذا السؤال كتير سهل بس بده تفكير وما رح أحله بسرعة رح أعطيك مجالة تفكر خلق بما إنه Y خط أفقي بس عند الصفر يعني وين وهي جهاز اللون الأحمر عشان أحط الخط الأفقي بس شو يعني عند الصفر أو أكبر أو تساوي صفر وين الصفر تبعت ال Y اللي هو نفسه الخط الأفقي اللي بعبر عن محور X Y أكبر أو تساوي صفر Y تساوي صفر بشكل عام المقصود فيها محور X طب X تساوي صفر اللي هو الخط العمودي اللي بعبر عن محور Y فإذن Y أكبر تساوي صفر بتبلش من عند الصفر على Y اللي هي القيمة هون قيمة Y صفر هون بتكون موجودة على محور X نفسه بما إنه في إشارة يساوي بخليه متصل وبما إنه أكبر يعني بدي أظلل للأعلى وهيك أنا بكون مثلت المتباينات بمتغير واحد طيب لو إجاني سؤال كلامي زي هات بحكيه للسؤال إذا علمت أن نجارا يريد شراء نوعين من الخشب أولا أركزلي على كلمة نوعين نوع الأول X نوع الثاني Y إشي طبيعي نوعين مختلفين من الخشب بحيث لا يزيد ثمنهما الكلي على كم 72 دينار يعني أكثر إشي 72 أكبر إشي 72 ما حيزيد عنه يعني أكثر قيمة رح تكون 72 دينار حتساويها بس إيش أكثر إش 72 يعني 73 لا ووجد أن ثمن المتر الطولي من النوع الأول 4 دنانير 4 دنانير خلينا نحكي النوع الأول X والنوع الثاني Y فإذا ثمن الأول 4 دنانير يعني 4 X والنوع الثاني 6 دنانير يعني 6 Y فبدو يعني أعبر عنهم متباينة وأمثلها بيانيا طيب بكل بساطة النوع الأول 8 و 4 X النوع الثاني 6 Y ثمنهم مع بعض يعني جمع أكثر قيمة 72 يعني 72 هي القيمة الأكثر اللي بوصلها مجموع هدول النوعين أو ثمن النوعين هدول أو يساوي يعني ممكنها توصل 72 بس مستحيل أنها تتعداها أو تتجاوزها فحطينا فم السمكة مفتوح باتجاه مين لـ 72 لأنه هي أكثر قيمة وحكينا فم السمكة بيكون مشتوح مشتوح؟ مشتوح؟ شو بحكي أنا؟ بكون متجه لمين للقيمة الأكثر فبتصير عندي 4 X زائد 6 Y أقل أو تساوي من 72 هاي عبرنا عن المتباينة اللي بدي إياه منك هسا حسب الأربع خطوات اللي اتفاجنا عليهم تمشي عليهم وترسم المتباينة أو مجموعة حل المتباينة هاي حسب الخطوات الأربعة وبيدي تبعت لي إياها على الورص على الرقم 079 829 3265 خلينا نتأكد مع بعض طلع رسمك إلها صح أو لا ضروري جدا وهيك بقدر أحكي لكم إنه خلص درسنا لليوم سلام عليكم اشتركوا في القناة